موسيقى بهدف تمكين الشباب بالمشاركة في السياسات العامة وتكوين فريق شبابي وزاري موازي يقوم بمتابعة ومواكبة السياسات الحكومية ضمن رؤى وأفكار شبابية عقدت مؤسسة القيادة الشبابية وفريق المؤسس حفل إشهار مبادرة الحكومة الشبابية الأردنية الموازية بسم الله الرحمن الرحيم الحكومة الشبابية الأردنية الموازية هي مشروع شباب برامج وطني تقوم فكرته على تمكين الشباب بالمشاركة في صنع السياسات العامة حيث تقوم الفكرة العامة على وجود فريق شبابي وزاري موازي يقوم بإعداد البرامج والسياسات والمشاريع ويقدمها للحكومة الرسمية ضمن قطاعات العامة للوزارات بمختلف قطاعاتها العامة وثم يقوم بإعداد أيضا المتابعة الدورية لمشاريع وسياسات الحكومة ويقدم البدائل والمقترحات ضمن نهج شبابي برامجي وطني بناء أتت هذه الفكرة من حاجتنا كشباب إلى وجود مشروع شبابي حقيقي يمكن لنا من المشاركة في صنع السياسات العامة حيث يكون للشباب دور فاعل ثم الحاجة الأخرى والأهم حاجة الوطن لنا كشباب أردني نفضه بالبرامج الإبداعية والابتكارية في مختلف قطاعات الوزارات العامة نحن كشباب أردني اليوم جوهر عملنا في الحكومة الشبابية الموازية وإعداد البرامج والانطلاق بآلية برامجية نستطيع أن نرفض فيها قطاعاتنا العامة ضمن أفكار شبابية ريادية مبتكرة بهذه الصورة فكرة الحكومة انطلقت من خلال تفعيل دور الشباب مشاركتي بهاي المبادرة كانت تنبثق من برضو تفعيل دور المرأة الأردنية أو الفتاة الأردنية في صنع القرار السياسي بالأردن المشروع عبارة عن مجموعة برامج وزارية هدفها تطوير القطاع بشكل عام وتفعيل دور الشباب بصنع هذا القرار كما وتضمن الحفل عدة محاور رئيسية وتقديم شرح توضيحي من قبل الفريق المؤسس وآلية عمل الحكومة الشبابية وخطته الاستراتيجية طويلة المدى والخطة التنفيذية قاسيرة المدى للمرحلة الأولى من المشروع وقدم الفريق المؤسس شرحا للمراحل الرئيسية التي مرت بها المبادرة منذ عام 2014 وأبرز التحديات والعقبات التي واجهتها بالإضافة إلى الخطوات العملية لعملها في المرحلة الحالية الحكومة الشبابية الموازية هي تعتبر نواة لمشروع شبابي متميز ولدت فكرته من سنوات لكن اليوم ولدت على الأرض الواقع وأعتقد أنه ستكون هذه المبادرة حيوية بالنسبة لمشاركة الشباب في المجتمع وفي إبراز دورهم على الساحة الأردنية طبعاً أعتقد أن مشروع الحكومة الشبابية الموازية ستقدم للشباب المساحة الكافية لإبراز أفكارهم ودورهم في تقديم المبادرات والخبرات المفيدة التي ستزود القطاعات المختلفة في أفكارهم وستسهم في إثراء المجتمع في المبادرات التي تقدمها طبعاً الحكومة الموازية هي ستكون نواة لأفكار شبابية أعتقد أنها ستخلق نوع من الحراك في مشاركة الشباب وهذا يأتي تجسيداً لتطبيق مبدأ المشاركة الواردة في قرار مجلس الأمن 2250 الذي كان بمبادرة من الدولة الأردنية أثناء ترأس الأردن لرئاسة مجلس الأمن وكان بخطاب كان من سمولي العهد فهذه المبادرة ستكون تهيئة تفعيل وتطبيق للقرار وتحديداً على محور المشاركة السياسية واختتم الحفل بالإعلان عن إتاحة طراب المشاركة في الفريق الوزاري على الموقع الإلكتروني للحكومة الشبابية والإعلان عن إطلاق الصفحات الرسمية للحكومة الشبابية الموازية على مواقع التواصل الاجتماعي وإطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للحكومة الشبابية